يشهد قطاع السفر والسياحة في البحرين تحسنا ملحوظا بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا واستنادا إلى ذلك بدأ التوجه نحو الرحلات الجماعية لما تتمتع به من درجة أمان كونها تسير وفق الإجراءات الاحترازية رحلات شبه يومية تنطلق من مطار البحرين إلى عدد من الوجهات استطاعت شركات السياحة والسفر أن توفر فيها أعلى درجات الأمان والحماية للمسافر من خلال اختيار أفضل المواقع السياحية مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حركة السفر والسياحة حلقت انتعاش جدا كبير خلال صيف 2021 وصار التوجه أكثر إلى الرحلات الجماعية بحكم أن الترتيبات كلها مرتبة من البحرين من المكاتب نفسها فثقة الناس في مكاتب السفر والسياحة البحرينية تخليها تسافر معهم في رحلات جماعية طبعا الكثير من المكاتب قاموا بإعداد احترازات خاصة للسفر في هذه الفترة أبرزها مثلا تطبيق التباعد الاجتماعي اختيار فنادق معينة من جودة معينة الفنادق تكون ذات علامات تجارية دولية بحيث أنهم ملتزمين بتطبيق جميع الاحترازات من تعقيم المكان وتطهيرها الناس كانوا يروحون يقولون ما استمتعنا نحن مديرة هذه ليش؟ لأنهم لا يعرفون وين الوجهات المفروضة يروحونها لكن إذا يسجدون في المكاتب المكاتب يعرفون وين يوفرون لهم مثلا السكن يوفرون لهم التنقلات يوفرون لهم البرامج يوميا جدول حافل ورحلات مدرسة تصممها مكاتب السفريات على أمل أن ترتقي إلى طموح المسافر وترضي شغفه بعيدا عن سلبية أزمة كورونا وقد أقبل المواطنون على هذه الرحلات الجماعية لما توفره لهم من حماية شاملة من كافة نواحي قبل أن نذهب إلى أي دولة نرى أجرب المستشفيات الموجودة خصوصا في الدول الأوروبية المستشفيات في الليل لا تكون شغالة إلا بعضها الأشياء الثانية أنه دائما يكون عندي ويلتشير احتياط في الباص محطوط أسعافات أولية على طول موجودة في الباصات الليل دائما نستخدمها الطاقم الموجود هناك الاحتراثة التباعد الاجتماعي اللي نمسوينا الاتزام في الوقت الموظفين ما شاء الله عليهم ويد ويد فلكسيبل من تنظيم رحلات يعني متساعدين إلى المسافرين لآخر درجة يعني حتى الرحلات اللي احنا نروحها مثلا ياخذون لنا باصات الباص شيء الأكثر من العدد الممكن بس هما يعني بسبة الاحترازات ياخذون 20 إلى 25 نفار بس مبأكد يعني حتى هما ما شاء الله يدفعون أكثر يصرفون أكثر بس عشان راحة المسافرين طلب متواصل على رحلات الجماعية التي تقدمها مكاتب السفر في البحرين لما تتمتع به من أداء جيد والتزام كامل بالخطة السياحية التي يطعها الوكيل للمسافر حتى استطاع أن ينافس المكاتب السياحية في تلك الوجهات التي استقبلت السياح في صيف 2021 بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا بدأت حركة السفر تتعافى تدريجيا منعكس على ارتفاع الطلب على الرحلات الجماعية التي تنظمها مكاتب السفر والسياحة بأسعار مرضية خولة لغرينيس لماكز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة